نيجي بقى للموضوع اللي كنت لسه أقول لكم عليه من أهم القرارات الطبية اللي بيأخذها الأطباء بقى في مكان الولادة هو تحفيز الولادة كلمة تحفيز الولادة ممكن تكونش كلمة دارجة أو معروفة أو مفهومة بالنسبة لحضراتكم لكن لما أقول لكم تحفيز الولادة هي هي الطلق الصناعي هتفهموا قصدي يعني إمتى الأطباء يلجأوا للطلق الصناعي طلق الصناعي ده يعني أنه بيأخذ أو بيتم إعطاء الأم مستحضرات طبية خاصة تساعد على تسريع أو تحفيز عملية الولادة من خلال الانقباضات الولادة الطبيعية برضو إمتى الأطباء بيلجأوا لده من خير أي لابس لما يكون خطر أن الطفل يفضل في الرحم أكبر من خطر أنه يتولد يعني هنا أن الطفل لازم يتولد وجوده جوه الرحم خطر خلاص كده خطر عليه أو خطر على الأم يبقى ساعتها لابد بنا اللجوء إلى تحفيز عملية الولادة أو يعني التسريع بعملية الولادة أنا بكلم هنا عن مكان الولادة بقى أو ما يعرف بالطلق الصناعي الولادة تلت مراحل الولادة الطبيعية تلت مراحل المرحلة الأولى أطول واحدة طويلة في أمات مش بتحس حتى بيها في البدايات لأنها بتستغرق ساعات بتبدأ بالانقباضات وتنتهي مع فتح عنق الرحم خلاص المفروض لما تحسي أو تعرفي أنك في المرحلة الأولى من الولادة بتعملي حاجة مهمة جدا بتاخدي نفس عميق مع قدوم الانقباض يعني لما تحسي الانقباض هيبتدي بتاخدي نفس عميق وتكتميل لحظات زي ما أنا عملت كده بعدين إخراج النفس مع الدفع الأسفل أكد أنك بتدفعي حاجة للأسفل خلاص واتكرري هذا الأمر من 3 إلى 4 مرات يعني 3 أربع مرات في الانقباضة الوحدة الانقباضة الوحدة دي ممكن تاخد لها مثلا 30 ثانية تاخد لها 40 ثانية تاخد لها دقيقة تاخد لها أكتر من دي عشان أقرب لحضرتكم الصورة بتاعت التدريب اللي أنا لسه أيله ده أكيد حضرتكم شفتوا في لقطة في أفلام أفلام تسجيلية أفلام تعليمية أفلام سينمائية شفتوا الناس اللي بيقولوا إيه بيحضروا كرصات ولادة أو كرصات التدريب على الولاد لدرجة أن فيه أوقات بيزوج بيحضر معاكي أو يعني بيكون معاكي في الكرصات دي وأحيانا بيكون وإنتي في البيت يبتدي وإنتي بتعملي كده هو يعمل كده هو كمان قدامك عشان يشجعك أو أنت يتقلديه يقولك خدي نفس اكتبيه وبعدين نزلي خدي نفس اكتبيه وبعدين نزلي دي من التدريبات المهمة جدا اللي بتساعد على عملية الولادة كل دا احنا لسا نتكلف المرحلة الأولى اشتركوا في القناة